منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف ثالثا الحاكمية بسم الله الرحمن الرحيم الحاكمية هي الالتزام بما نزل من شرع الله سبحانه وتعالى وهذا لا يمنع احتكام البشر إلى قوانين يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية وفقا لتغيير الزمان والمكان ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفا لشرع الله ما دام أنه يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات وبيان ذلك أن فكرة الحاكمية أساء فهمها تلك الجماعات التكفيرية الإرهابية حيث أدخلوا في مضمونها ما لم يقله ويرده الشرع الإسلامي الشريف فالحاكمية تطلق بالمعنى التشريعي ومعناها أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع لخلقه أي هو الذي يأمرهم وينهاهم ويحل لهم ويحرم عليهم من خلال تكاليفه الشرعية هذه هي الحاكمية لا تعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يولي الخلفاء والأمراء يحكمون باسمه بل المقصود بها الحاكمية التشريعية فحسب أما سند السلطة السياسية فمرجعه إلى الأمة فهي التي تختار حكامها وهي التي تحاسبهم وتعاقبهم فليس معنى الحاكمية الدعوة إلى دولة ثيوقراطية الحاكمية التشريعية إذن هي التي يجب أن تكون لله وحده وليس لأحد من خلقه فهذه هي الحاكمية العليا وهذه لا تنفي أن يكون للبشر قدر من التشريع أذن به الله سبحانه وتعالى لهم وذلك في دائرة ما لا نص فيه أصلا وهو كثير وهو المسكوت عنه والذي جاء فيه الحديث النبوي الشريف وما سكت عنه فهو عفو ومثل ذلك أيضا ما نص فيه على المبادئ والقواعد العامة دون الأحكام الجزئية والتفصيلية ومن ثم يستطيع الناس أن يشرعوا لأنفسهم بإذن من دينهم في مجالات كثيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية غير مقيدين إلا بمقاصد الشريعة الكلية وقواعدها العامة وكلها تراعي جلب المصالح ودرء المفاسد ورعاية حاجات الناس أفراد وجماعات وننبه إلى أن القوانين التفصيلية المعاصرة لا تتنافى في جملتها مع الشريعة في مقاصدها الكلية لأنها قامت على جلب المنفعة ودفع المضرة ورعاية العرف وقضية تكفير الحكام استنادا إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون سورة المائدة الآية الرابعة والأربعين قضية مغلوطة فإن كل من حكم بغير شرع الله عز وجل في داره التي هو قيم على أهله فيها أو في مجتمعه الذي هو حاكم فيه أو في مؤسسته التي هو مدير لها فهو كافر مرتد يستحق القتل في مذهب هذا الفكر المنحرف ولا جدوى من احتمال أنهم إنما حكموا بغير شرع الله تساهلا منهم أو كسلا أو بسبب ركونهم إلى شهوة متغلبة أو مصلحة دنيوية قاهرة أو بسبب إكراه من الظروف العالمية المحيطة بهم مع يقينهم بأنهم آثمون في جنوحهم عن الحكم بما أنزل الله تعالى ومظهر الغلو في هذا يتجلى في تجاهل الفرق بين المعصية السلوكية التي لا تجر إلى أكثر من الفسق والمعصية الاعتقادية التي تزج صاحبها في الكفر ومن أصول أهل السنة أن المعاصي تفسق ولا تكفر كما يتجلى الغلو أيضا في التوجه بالحكم الجماعي على المتلبسين بهذه المعصية دون تفصيل ولا تفريق ودون تقدير للحالات الخاصة والأوضاع الفردية ومذاهب العلماء مبنية على التفرقة بين النوع والمعين في قضية التكفير كما يتجلى ذلك في مخالفة جريئة لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذيره من التورط في هذا الغلوب وذلك في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أمراء تطمئن إليهم القلوب وتلين لهم الجلود ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود وقال قال رجل أنقاتلهم يا رسول الله قال لا ما أقام الصلاة فدل هذا الحديث على أن مجرد شروط الحاكم عن بعض هدي القرآن والسنة لا يعد كفرا وقد بينا في صدر هذا المبحث أن الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى لا يمنع احتكام البشر إلى قوانين يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية وذلك وفقا لتغير الزمان والمكان ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفا لشرع الله ما دام أنه يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات إن الله لا يغني رماد قر منها فأيها اليومان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة